تنضم إلينا من بيروت مراسلتنا جويس الخاشخوري جويس المصادر هي سعودية التي تقول بأن الطاقم الليبلوماسي والإدارية السعودي غادر بيروت اليوم هل أكدت الرئاسة اللبنانية مبدئيا هذا الخبر؟ لا الرئاسة اللبنانية لم تؤكد الخبر ولكن بحسب موظفين داخل هذا السفارة فإن هذا الإجراء يأخذ اليوم أو يدخل حيز التنفيذ لتكون سفارة المملكة العربية السعودية هي السفارة الثانية بعد الإمارات العربية المتحدة التي تسحب كل موظفيها وإداريها وديبلوماتيها الذين يحملون جنسية بلادهم إلى بلادهم فضلا عن إجراء كانت اتخذته أيضا الإمارات العربية المتحدة بالطلب إلى موظفيها اللبنانيين بأخذ إجازة مفتوحة اعتبارا من الأسبوع الماضي لحين تبلور الأمور فيما يتعلق بالأزمة اللبنانية الخليجية يأتي هذا الإجراء السعودي بعدما كانت السعودية تنتظر الإجابة من الأطراف اللبنانيين على المبادرة أو خارطة الطريق التي طرحها رئيس الحكومة قبل يومين ولكن هذه خارطة الطريق لم تحظى بأي موافقة أو رد إيجابي من قبل أي من الأطراف المعرقلة بداية لاجتماع الحكومة وثانيا التي هي طرف في الأزمة اللبنانية الخليجية تحديدا حزب الله وتيار المردى ويضاف إليهم في بعض الأحيان التيار الوطني الحر وفريق رئيس الجمهورية كما ذكر المسؤول الإعلامي للبطرياركية المارونية وهذا ما تؤكده مصادر رئيس الحكومة نقلا عن الجانب القطري الذي أيضا يسعى إلى محاولة إيجاد حل الأزمة اللبنانية الخليجية فأن المدخل لأي حوار مع المملكة العربية السعودية سيكون باستقالة أو إقالة وزير الأعلام جورج قرداحي حتى هذا الساعة الوزير قرداحي وحتى فريقها السياسي والثناء الشاعي يرفض تطبيق هذا ما يعتبره شرطا لعودة الأمور ويقول إن لا شروط توضع على هذا الفريق السياسي في لبنان فيما يبدو أن رئيس الحكومة مقيد اليدين وغير قادر على اتخاذ أي قرار هو لا يريد عقد اجتماع للحكومة لأن أي اجتماع للحكومة لا يخرج بموقف رسمي مؤيد للمملكة العربية السعودية ومنفتح عليها سيزيد الأمور تعقيدا وحصول مثل هذا الموقف أيضا يبدو مستحيلا داخل مجلس الوزراء اللبناني وبالتالي تبدو الأمور مفتوحة على مزيدا من التصعيد إن كان من الجانب السعودي أو من جانب دول في مجلس التعاون الخليجي أخرى بالأمس كان هناك موقف للبحرين وإن كان غير رسمي ولم يتم الإعلان عنه إلا أنه بدأ أيضا دخل حيز التنفيذ وهو عدم استيراد أي من البضائع التي تأتي من لبنان حتى شركات الشحن التي تعمل في لبنان لا تقبل بشحن أي من المنتجات اللبنانية إلى دولة البحرين وبالتالي هناك مزيد من الإجراءات العقابية التصعودية بحق لبنان من بعض دول مجلس التعاون الخليجي والسياق العامة معروف يبدو في إطار أزمة دبلوماسية متصاعدة كانت في الأول بين المملكة العربية السعودية ولبنان والآن تتحول إلى مسألة معقدة بين لبنان وبعض الدول الخليجية ما هي الانعكاسات المتوقعة لهذه الخطوات السعودية وهل هناك من ردود فعل سياسية تم تسجيلها في الساعات القليلة الماضية فيما يتعلق بهذه الأزمة على صعيد المواقف تبدو الأمور هادئة عادة في نهاية الأسبوع اليوم أو يوم غد بطبيعة الحال سيخرج مواقف عن حزب الله عادة في الجولات التي يقوم بها نواب حزب الله على المناطق ذات الغالبية الموالية يكون هناك مواقف سياسية قد تتبلور اليوم أو يوم غد ولكن في الانعكاسات هناك انعكاسات كبيرة جدا تحديدا على الصعيد الاقتصادي ما قلته أو ما ذكرته في السابق عن عدم الاستيراد مثلا من لبنان أضف إلى ذلك تقول المعلومات بأن العديد من الأشخاص الذين يعملون من لبنان لمشاريع صغيرة أو متوسطة لدول عربية تم طلب إليهم بوقف العمل كانت هناك تغريدات لبعض المواطنين اللبنانيين يتحدثون أن عقودا كانت ستبرم مع بعض الأشخاص أو الشركات داخل المملكة العربية السعودية وغيرها وفي الساعات القليلة الماضية تم الاعتذار وابلاغهم بأن هذه العقود لم تبرم هذا سينعكس بطبيعة الحال وقف الاستيراد يعني وقف دخول العمولات الصعبة وأيضا إذا كان هناك قرار تصعيد أكثر ووقف التحويلات هذا أيضا سيصعب الأمور من الجانب الاقتصادي على اللبنانيين شوص الحاجة خوري من بيروت شكرا جزيلا ذكي